تحية صباحية من جديد لكل من انضم إلينا في هذه الأثناء بأولى محطاتنا نتحدث عن حصاد هيئة شؤون الأسرى والمحررين في هذا العام وتحديدا العام الذي كان الأصعب على أسرانا البواسل تفاصيل أكثر ستكون برفقة ضيفنا هنا في الستوديو رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر صباح الخير أهلا بك معنا أهلا بك يعني عام 2021 كان مبني بما يتعلق بتوثيق ما تعرض له الأسرى ومعانوه من إضربات متواصلة من أحكام ولا سيما الحدث الأبرز اللي كان هو انتزاع أسرى سجن جلبوا علي حريتهم ولو كانت لي أيام يعني بالفعل عام 2021 أو آخر عام 2020 كان فيه بيشهد المعتقلات تصعيد واضح من كبل سلطات الاحتلال تجاه الأسرى وخاصة التناقضات السياسية اللي شاهدناها في إسرائيل بنت أول ما اعتلى سدة السلطة قال ردا على نتنياهو أنه هذه حكومة غير يمنية قال ستشهد الأيام القادمة أنه راح تكون هذه الحكومة أشد حكومة وأكثر حكومة يمنية وبالفعل بدوا يطبقوا إجراءاتهم على السجن بشكل عام وعلى الضفة الغربية اللي بيعتبروها سجن كبير أنا بعتبر الضفة الغربية سجن كبير يعني العقوبات أو الممارسات اللي بمارسوها تجاه شعبنا في الضفة الغربية نفس الإجراءات اللي بمارسوها في السجون شاهدت السجون يعني في 2021 تصاعد وفي كثير تصريحات من السياس الإسرائيليين ضرورة معاملة الأسرة معاملة أقسى وأقسى هذيك اليوم زار عضو كنيسة في سجن غوفر وقال إنه هذون ليس لازم يكونوا أحياء لازم إعدامهم وكثير من السياسيين الإسرائيليين يتحدثوا أنه الفلسطيني الجيد هو اللي تحت التراب الميت فهذه هي سياسة إسرائيل وخاصة شهدة سجون أكثر حملة قمعية بعد هروب الستة أسران من جوليك سيادة اللواء يعني السجن هو بحد ذاته أكبر انتهاك بحق أسران بحق الفلسطينيين جميعا ولكن إذا ما تحدثنا عن أبرز هذه الانتهاكات سواء نتحدث عن طرق التحقيق ظروف الاعتقال كل التفاصيل الرعاية الصحية الغير موجودة أساسا حدثنا عن أبرز هذه النقاط التي ستكون حاضرة في حصاد الهيئة هني خلينا أقول اللي وجه التعليمات الأخر رئيس أنه ضرورة التحرك بملف المعتقلين الإداريين هذا المعتقل اللي بيأرك الكياد السياسي وبيأركوا اللي هي إحنا وكل الشارع الفلسطيني خمسمائة أسير محكمين إداري بدون أي تهم بدون أي اعتراف منهم وشهدنا كيف الإضرابات اللي قاموا فيها كان آخرها الفسفوس اللي فك إضرابه عن 131 يوم لأول مرة بتصير يعني في تاريخ السجون إنه أسير يضرب 130 بدون علاج وإهمال يعني كان المقصود الموت البطيئ وحالياً عنا هشام أبو هواش اللي اتجاوز الأربع شهور هذا الملف يعني إحنا في جولتنا الأخيرة في أوروبا وفي مصر اتطرقنا له له بالتفصيل وناقشنا هذا الوضع كان هناك في تجاوم في أوروبا في البرلمان الأوروبي أو البلجيكي لكن بده جهد كبير هذا الملف المسألة الأخرى مسألة المرضى داخل السجون خاصة اللي بيعانوا من أمراض السرطان ويبدو فيه قرار أنه أي أثير وخاصة المحكمين أحكام عالي واللي عندهم زي ما بسموا إرهاب أو دم أي واحد بصيب السرطان يعني كأنه بدهم يقتلوا قتل بطيئ وأكثر شيء يعني من يشهده اللي هو أخونا أبو حميد صحيح وأيضاً سلخ الأسرة فؤاد الشوبقي وظروفه والصحية العديد من الأسرة اللي بيعانوا صحيح وعنا سامي العمور سامي العمور وعدي معدام خرج في البوسطة هذه زنزالي مشاروه على المستشفى المستشفى مش بعيد عن السجن ربع ساعة قال ثمانية ساعات إلى تسعة ساعات وهم يلفلفوا فيه في كل السجون حتى صابته الجلطة وكان عنده طبعاً بطارية المفروض البطارية هذه تبدل كل سبعة ثماني سنين عشر سنين هو إنوها تسعة عشر سنة مركبة وكان أهملوا وصابتوا يطلوا أدخلوا إلى المستشفى وأعلنوا فيما بعد حنستيشهاده لأننا كثير من المصابين بالسرطان في عنا الأخ موفق العرو هذا أصيب بالسرطان استأصلوا كل معته والسرطان انتشر حالياً ولم يبقى له إلا سنة وشوية أخونا فؤاد الشوبكي أيضاً مصاب يعني فيه أمراض عدة غير البرستاتا وهو من أكبر الأسرة داخل السجون عندنا الأخت إسرائيل جعبيس في سجن طبعاً البنات الدامون أيضاً هي تعاني من حروك وألام شبه يومي تقدرش تنام من الجروح ومن اللباس اللي بتلبسوا لأنه ما بعطوها ما بيسمحوا إلها ندخل لها اللباس اللي يناسب مع الحروك وهذا شبه حرير بيكون ملس فأسرانا بشكل عام المعاناة الأسرة أكلت المرضى في عنا البنات في عنا الأطفال هذه ملف كمان مهم جداً أطفال ما دون العشرين في عنا أحواله 200 طفل في عنا 200 طفل آخر داخل الكدس ما دون العشر سنوات بما يسمى بالحبس المنزلي هذه كلها طبعاً معاناة في معاناة داخل السجون إضافة إلى القمع اللي يمارس وسحب الإنجاز من كل السجون تقريباً وفي الشيوم إلا بيكتع حموس يجن بحجة التفتيش وبيضربوا الأسرة وبيخربوا ممتلكاتهم هذا هو وضع السجون طب يعني التحركات لهاية شؤون الأسرة على إخان تحرف عساعدة عربي عالمي تواصلكم مع هيئات أخرى لإيصال ما تقوموا بتوثيقوا من انتهاكات بحق الأسرة نحن كان في عنا لائحة من الانتهاكات الإسرائيل زودنا فيها وزارة الخارجية وعند كيامنا في زيارة جمهورية مصر العربية زرنا أكثر من المؤسسة الحكومية وإنسانية وكانوا متجاوبين جدا معنا مؤسسة حقوق الإنسان في الوطن العربي كانت مشيرة خطاب استقبالتنا كان مبنى جديد ويعني انتظرت يومين لافتتاحه لأنه عارفين أننا نحن جايين في بروكسل كان الوضع كثير ممتاز برلماني الأوروبي اتأثروا كثير من قصة الأسرة الإداريين والأطفال وما هم محكمين وإليهم أكثر من أربعين عام لدرجة حكنا لهم أنه في من الأسرة حاليا أننا داخل السجون أربعين سنين اعتكل كان ابنه سنتين ثلاثة اعتكل ابنه هو في داخل المعتقل وابن ابنه اعتكل ثلاثة سيادة لواء إذا ما تحدثنا بشكل تفصيلي أكثر عن وضع الأسيرات داخل سجون الاحتلال نحن نعرف احتياجات الأسيرات الغير موجودة وتمنع ما تسمى إدارة مصلحة السجون ووصولها إلى الأسيرات إذا ما تحدثنا عن منع الزيارات منع الحقوق الأساسية لأي معتقل غد نظر عن انتهاكهم لكل هذه القوانين الدولية أعطينا تفاصيل أكثر بهذا الموضوع المرأة تعاني أكثر من رجل داخل السجون يعني مثال أن الحمامات عندهم لو بدأت حمام الست أو الأختنا داخل في السجن تضطر تخرج لبره الحمامات عاملينها خارج غرف السجن يعني إذا بدأت حمام فقط فيه دا خصوصية في الشي خصوصية الفورة مراقبة بالكاميرات حاليا عدد المعتقلات 31 أسيرة لأنه خرض في الأول الأسيرة مجموعة من الأسيرات لكن فيها تقلوا كمان أسيرات موجودات في مراكز التوقيف وضعهم سيئ جدا يعني في الزيارة قالوا أنه البراكز أو الغرف اللي بيزوروا فيها سكفة آية للسقوط فبيعملوا ترميمات والترميمات ممكن ما تستغرقش أسبوع أسبوع صلهم شهرين بيعملوا فيها في الأول الأخير رجعهم أسر هال الأسر راحوا على السجون بدهم يزوروا رجعهم بحجة أنه مش متطعمين الطعم الثالث طيب بلغوا الصليب الصليب يعرف اجتفاجة فبلغوهم راحت عليهم طبعا عدا عن الإجراءات المعقدة اللي تفرض على أهالي الأسر يعني بتحججوا في كل مرة في شوال الهدف منها اللي هي مضايقة على الأسرة وعلى أهالي الأسرة صحيح يعني ربما يعني خلال المحططنا الصباحي ممكن أنه إحنا نجمل يعني كل هذه المعاناة ونجمل حتى كل توثيقاتكم خلال هذه المحطة الصباحية واللي كانت طبعا الأحداث الأخيرة للأفلام للسينما اللي تحدث عن إسحاب وأميرة اللي كان هو اللي أحدث ضجو كان فيه دور كمان لإلكم في صل الصورة الحقيقية في هذه الفترة يعني السجون بشكل عام إجمالا السجون بتعيش فيه أسوأ حالاتها داخل السجون من قبل الأمور اللي ذكرتنا مسألة الأميرة هذا الفيلم طبعا عرفنا فيه احنا فترة الأول الأخيرة يعني في الشيء شهرين فبدأنا نشاطنا أول شيء كان بشكل هادئ بدنا نشأ نتير الموضوع لكن اللي أثار الموضوع بشكل هادئ إنه كانوا بدهم يعرضوه في خمستاش من الشرار الحالي في عمان وإذا عرضوه في عمان بيكون قبلوه في الأوسكار يعرضوا يأخذ الجائزة أسوأ اللقطات في الفيلم إنه البنت المفترضة تكون بنت النطفة بتتساءل هل مين هو أبوها هل هو الشرطي أم الأسير فهذه خلقت نوع من يعني الشك وهذه الكساتها وقيمة طبعا على الأسرة وعلى الأهالي خاصة إنه هذه العملية عملية إخراج النطفة بتيجي من أسرة محكومين مدى الحياة في الشيء إمكانية أن يخرجوا فأصرهم إنه يجب أن نتواصل مع الخارج من خلال إنه ينجبوا ابن أو بنت أو أكثر فكان هذا اللي مراد إلوه هذه التحدي كانت للإسرائيلين إنه بدكم تقطعوهم إنتو عن مجتمعهم عن نسلهم الأخيرين لكن هم حققوا هذه المعجزة وكانت يعني بشكل دقيق جدا أولا النطفة لما كانت تخرج كان بتم الفحص الإي آي إي النسبي إلها دي أن إي أفر وكذلك الأمر كان فيه هناك عندنا فتوى شرعية من قطال فلسطينيين وهناك كان قبول من كبل أهل العروس وأهل الإسرائيل يعني لا أحد يمكن أن يشوه أي حقيقة تخص الأسرة هذه القضية الأنبل والقضية التي تحتل أولويات القيادة أيضا من خلال حضرتك من وجه تحياتنا في هذا الصباح لأسران البواسل على أمل الإفراج عنهم معاق قريب ونجتمع فيهم شكرا جزيلا على وجودك معنا شكرا لكم